السلام عليكم اخوتي اخواتي انتمنى تكونوا وكلكم بخلو على خير ويلقاكم الفيديو ديالي في احوال جيدة ان شاء الله اليوم ان شاء الله جبت لكم الاحداث الجديدة دي المسلسل المغربي المختفي جبت لكم احداث الحلقة السبعة شفناه في الحلقة ستة انا زين بعطته الفلوس للشيفور حاميد وخلام فوق الطبلة هاتشي كله داخل الخطبة اذا كانت تعيط علي درسوا مسماهاش ولكن باين موجد لها شي حاجه حيث اش كانت يعلمها باش تصوب دبا حميد مشاء ضروري خشي واحد باش يوصل ليهم الخبار شكون في نظاركم ايا الخدامة ديال زينب اما بالنسبة للشركة غدي تجي واحد سيدة جديدة غدي تجيل عند ويلال غدي تقول لي باللي مهدي كان موعدها باش تخدم فيها غدي يقول ليها باللي مهدي مبقاش دابا وغدي تتوقع مصطرة باش انها تتوقع تخدم تمامك وقال ليها صفي وقع باش باش انك تقربي من زينب باش الخبار ديالها كلها توصله هي بطبيعة الحال غدي توافق هنا يا زينب غدي تطلع ليها الدم غدي تجمع الحواج ديال مهدي كلهم غدي تخرجهم كتحرقهم في هذا اللحظة غدي تكون جاية زوبيضة وغدي تتلقى في نفس الوقت مع البوليسي اللي كان جاي باش يهضر معها لدوة ديالها وبطبيعة الحال زوبيضة غدي تقول لي بان زينب راه ضروري انتهى دخل في الاختفاء ديال مهدي والبوليسي غدي بقى يشك فيها هنا البوليسي غدي بقى يبحث كتر وكتر وغدي يلقى طوام بلديان مهدي مليوحف واحد الواد ولكن مهدي ما كانش فيها وهنا غدي يكون عنده امر بالتفتيش غدي يقلب الضار ديال زينب وغدي يلقى الفلوس اللي قاتلي زينب في الأول بان مهدي راه حولهم خرجهم وحولهم للأورو سيقول لي هزينب باللي هاد الشي راه ما يمكنش سيقول ليها بان كنتية علش ما يمكنش حيتش راه كنتية كشربية الدواء اللي كينسي اما بالنسبة لفاش علمها باش انها تسوق هنا يا ان واحد طموبيل بحال طموبيل ديالها غدي تقرب باش ضرب ولدها ادام اللي غدي تعتقو هادك السيدة اللي جات يعني اللي جات جديدة للشركة وهاديك السيدة اللي غدي تكون راكبة في هادك طموبيل اللي غدي تضرب ولدها ادام اللي قريبة تضرب ولدها ادام غدي تكون راكبة فيها واحد سيدة اللي كتشبه لزينب حتى ولدها غدي يشاد وغدي يقول لها بلينتي اما ما قريبة تضرب من بعد من هاد الشي كامل يعني غدي يكون بزاف ديال ادي لا ضدها لهذا غدي تدخل زينب برسيجن وبطبيعة الحال حتى السجينات ما غدي شي عاملوها مزيان حيتش تهم خلصين باش يكونوا ضدها حتى في السجن وحتى فتيحة صاحبتها اللي قد دير رسها صاحبتها ادتها هي دخلها في الخطة حتى رجلها نبيل كلهم عارفين مهدي فين كاين وساكتين اما سيام صاحبتهم اللي كانت غدي تكون ضحية ديال عمر الشاوي فجا ودخلت هاللي عتقها من عمر الشاوي وجا كتب لها واحد القلب اللي مكتبه ستو سامير من بعد هيما فقط شافت القلب مشاتل عنده قاتلو بي انك انت غير بحال خوية ما يمكنش نحسبك شي حاجة اخرى من غير انك خوية وسيام غدي تعرف على واحد سيدة واحد اخر اللي اسميته خاليد وغدي تعامله بحال كي عاملت اللولي نفس السيستام ولكن هاد خاليد تلع ولد الناس يعني هو ما بغيش فلوسها اما بنسبة النابي اللي كتددو فتيحة بدر الضرائب هاد شي كامل اللي كتدير لها غدي يقلبو عليها وغدي يدخلها للسجن اما بنسبة العلي اللي قال لي هالغيته ما غديش نبقى نعاود ندلك هاد الحركات من بعد ما نسمع الاسم ديال المهدي فغادي يعاود وغدي تشوفوا الابنة دياله وغادي يطيح حتاش هي في هالمرض ديال القلب وغادي يوصلوها للسبيطار وغادي يعاود نفس الحالة يعني بقى يقول لي هاسمحي ديالاني ما بقيش نعاود وعلاش كيسمع الاسم ديال المهدي كيبغي يحماق حتاش قبل ما يتزوج بغيته كان كي يحماق عليها مهدي وهنا اغيته غادي تشوف بأنهم كيزيدوا كبروا المشاكل بيناتهم وكيزيد أنه كيغير منها حتاش فشوا قتله باش يدروا الكلب بجوج بهم قتلوا ندروا الكلب بسميت غييته وعالي قال لي هلا بسميته وغيته يعني ديما هو اللي وول كيبغي يجي هو اللي وول عليها يعني كيغير منها وكيبغي يحطم منها المهمة كيبغيهاش تكون هي حسن منه في الأخير غادي تقرر باش أنها تطلب طلاق فهدوا بعض الأحداث اللي غادي يكونوا في الحلقة سبعة إن شاء الله وفي الحلقات الماجئة إن شاء الله فكن شكركم على الدعم ديالكم وتسبع ديالكم وعلى التسيقى ديالكم وإلكتوا أول مراكة تشاهدوا القناة ديالي فما تنسوش تشاركوا فيها باش يوصلكم كل ما هو جديد ترجمة نانسي قنقر